إخزايد بالرباط حيث خضع الفنان الكوميدي محمد بن براهيم للاستشفاء الوعكة الصحية التي ألمت به تجاوزها بعد الرعاية الطبية اللازمة والعناية التي حظي بها الحمد لله السعور كسائر الناس أنا فرحان أنني تعالجت وأنني بخير أنني طحت في دين آمنة الحمد لله الشي اللي كي تلصصدر واللي كي يريح النفس هو الحمد لله الغبراني بخير وعلى خير بعض الذين اشتغلوا معه أبوا إلا أن يقوموا بزيارة للفنان محمد بن براهيم وهو يسترجع عافيته أنا فرحانين ومبسوطين من أجل الناس سيبر براهيم استجرع صحة الحمد لله وتحدى الإشاءة كثيرا أن الفنان كل شي محبوب عند جميع المغاربة يعني ما تنظنش شي مغربي ما يحبش سيبر براهيم والأعمال اللي يعطاه والتاريخ دياله اللي يعني معروف بالعطاء دياله الاهتمام الكبير الذي لقاه الكوميدي محمد بن براهيم من لدن الجمهور المغربي خلق لديه شعورا خاصا ولسيما بعد ترويج أخبار كاذبة عبر بعض المواقع الإلكترونية والتي توفيد بأنه توفي من بعد هذه الإشاءة والخطأ للناس اللي يتكبوا هذه الجريمة واللي روعوا الناس روعوا الناس العائلة ديالي الشخصية ولا العائلة المغربية يعني كل شي خلق يعني الناس كلها ترويج والناس كتسول والناس كتسقسي والناس كذا يعني عارح شو ما الوعكة الصحية كبوة لكن التزام الفنان بن براهيم وعشقه للجمهور وعبرهم للفن سيحفزه على العطاء متمنياتنا بدوام الصحة والعافية للفنان محمد بن براهيم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة